وش علامك يا ديب أكفيت هذه علامة الدليل ما أضيفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن المدفي المدفي أحيانا يدفي عنك إنسان والمدفي أما يدفي عنك شره شره عليك وأنت لا تزال غالي عنده أو يدفي عنك تغلي وأنت لا تزال غالي عنده يبقى يكشف غلاو عندك أو يدفي عنك ما يبي ريحك ولا يبيك بالعربي يعني ما يطيقك نهائيا لو تلبسه ذهب كله ثياب ذهب وتعطيه الدنيا ما يبيك هذا مدبح مدوبح رايح مدفي عنك قفاي نهائي هذا هو اللي ينطبق عليه كلامنا الآن يقول فيه الشاعر فهد الروقي لا تطرد المدس فيه لو كان غالي ما تقف الدنيا علشان مخلوق وفيه طبعا بأخذ أبيات أنا من قصاي الطويلة أبيات الشاعر يقول فيه مذهبي يهل المعارفة صعيبة المدس فيه يقفي عنه لو كنت باغيه ما لي على المدس فيه حقه وغصيبة تضيع فيه بعض الوجيه المشاريه تضيع نعم وفيه شاعر يقول لا تخذل المدس بلا وأنه لا تتبع المدس فيه لو أنك توده ولا تخذل المدس بلا وأنه من عداك نعم وكذلك من قصيد المنديل الفهيد الله يرحمه يقول عسى من يطرد المدس فيه تعرض له ذواه بنوح وترى اللي يطرد المدس فيه تمال ليطرد الضحضاح والضحضاح تعرفون والسراب وكذلك من قصيد المنديل الفهيد بيت يقول أدفي عن المدس فيه لو أنه جبالي واجبل على المدس فيه لو أنه ورى الشام الله الله لأن المدس فيه مصيركم تلاقون أما المدس فيه مصيركم تتباعدون عن بعض والكلام بهالموضوع تثير وطويل وعريض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتنا في الصالح الفهيد والسلام